السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. اليوم سنبدأ أول حلقتنا من البودكاست بتاعنا اللي هو اسمه بايوكاست. اليوم ستكون مع دكتور محمد الحديدي لنتكلم فيها عن مجال البيعيثماتيكس في مصر. كيف حالك دكتور؟ كيف حالك محمد؟ أول حلقة كان لازم يكون معنا حد زحياتك وده شرف كبير جدا لنا. قبل ما نبدأ الحلقة دكتور محمد غاني عن التعريف وده شيء أساسي. ولكن دكتور محمد يتكلم عن نفسه أكثر لو في أي حاجة جديدة ممكن نقولها لنا. أو يبدأ بدايته من البداية في مجال البيعيثماتيكس. ونتعرف على دكتور محمد الأول بعد أن نخش في الموضوع بتاعنا. فضل دكتور. تماما الأول بشكر محمد على فكرة البيعيثماتيكس. دي فكرة كويسة جدا وهتسامك كثير في نشر البيعيثماتيكس والتوعية للبيعيثماتيكس في مصر. فأحيك على هذه الفكرة الأول حاجة. أنا اسمي محمد الحديدي. أنا أسستانت بروفيسور في جامعة النيل. كليات التكنولوجيا والكومبيوتر ساينز. الحقيقة أنا المتخصص في البيعيثماتيكس. وأنشأت دبلومة في البيعيثماتيكس سنة 2018. وهي إلى الآن الحمد لله شغال وطلعت دفاعات. كذلك أيضا أنا الديريكتور بتاع البيعيثماتيكس وكمان في ريسيرش جروب في البيعيثماتيكس. وفي عندي ريسيرش أسستانس بيعملوا ريسيرش في مجالات مختلفة في بيعيثماتيكس. بجانب التتشينج والشغل العادي في الجامعين. طيب ناخد من كام حياتك وبمقين حراكة المؤسس بتاع دبلومة. ايه فكرة الدبلومة او فكرة دبلومة جاءت لحركة ازاي في الاساس. وليه تعمل تأسسها وحرك شايف الدبلومة ممكن تفيد البيعيثماتيكس في مصر ازاي. والله هي الدبلومة هي كانت حلم يعني هي كانت يعني من وانا برا وانا عايز في مصر يبقى فيه حاجة متخصصة في البيعيثماتيكس. والحقيقة هي جامعة النيل حقيقة فيها دبلومات كتير. يعني هي جامعة النيل أساسا بدأت في البوست جرادويت ستاديز والماستر ستاديز. وكان فيه دبلومة كتير قبل ما انا اجي الجامعة. لما انا جيت الجامعة لقيت في سابورت من الدكاترة اللي موجودة بيشجعوني انا اعمل دبلومة في وانفرماتيكس. وده كان اللايند ما اللي انا كنت كان نفسي عمله لما ارجع. انا كان نفسي انقل العلم ده مصر بالطريقة الصحيحة السليمة. بالبيزيكس السليمة ويبقى فيه دراسة اكاديمية في المجال ده. بشكل صحيح زي بالزبط ما شفناه برا. فالهدف الاساسي او الدافع الاساسي ورا انشاء زي دبلومة هو ان احنا نخلي الناس اللي مش قادرة تسافر برا نجيب لها الناس اللي برا هنا. ويبقى فيه حاجة بالزبط بنفس الاستاندردز والقولات بتاعت برا تكون موجودة في مصر. طيب اا الدبلومة لهها نظام. النظام دون حركة اكيد مساهم في ان هو يبقى موجود. لو جينا نقول انه دبلومة احنا عايزينها زي حاجة زي برا كمام? فايه هو النظام اللي موجود برا والنظام اللي موجود هنا في الدبلومة بتاعت برا ماتيكسي. يعني اين نظام الدبلومة اللي موجودة دلوقتي؟ ااا دبلومة الجامعة انه موجودة دلوقتي. والديبلومات او الحاجة حراكك وتشاف انك عايز تنقلها برا هل ده تحقق في الاساس وبالكلف ان هو تحقق او لا اه ايه الاساس اللي هتنا بنيه عليه النظام بتاع الدبلوما تمام هي الديبلوما بدأ او مبنية على فكرة الكرياتيفتي يعني ان الطالب يقدر ان هو يفكر بنفسه ويبقى كرياتيف في البيونفورماتيكس مش بس جست حد يوزر عارف خطوات بيتبع هذه الخطوات وبيوصف اخر نتائج لا الفكرة كلها ان هو يكون عارف موراء الاحداث يعني مش انا بكتفيش خالص ان يبقى فيه طول والطالب عارف ان هو يعني يشغل الطول ويطلع بها نتائج مش ده هدفي خالص انا هدفي ان هو يبقى فاهم هي الطول دي شغالة ازاي او الـ software ده اللي هو اللي احنا قدين قدامه وشايفين شكله بنلعب على الضرار وشكله حلو انا كان هدفي ان انا افهم الطالب هو الطول دي شغالة ازاي فعشان يفهمها شغالة ازاي كان محتاج ان هو يتعلم programming لحد عشان يقدر ان هو يفتح بتاعة الطول ويفهمه حاجة تانية يفهم اللي الطول دي شغالة بيه اه فطبعا يعني ده اللي كان نفسي نوصله هنا ان احنا مش بس نبقى يوزرز لان احنا نبقى قادرين ان احنا نفهم الطول شغالة ازاي وبالتالي نقدر ان احنا نادجست بتاعت الطول دي بشكل سليم يا تماشى مع الديتا وتماشى مع السؤال اللي احنا بنحاول نجاوبه او نحله اه مش بس كده كان نفسي برضو الناس اللي هما اريدي اه او اللي هما شغالين في programming او بيكتبوا كود ان هما يقدروا يعملوا interpretation للديتا يعني هو ده وقت يوصل وعمل analysis ووصل لgraphs شكلها حلو وجداول excel كبيرة كان كان الهدف برضو ان الشخص ده انه يبقى قادر ان هو يعمل interpretation ويبقى فاهم biology بشكل كويس فاهم genomics فاهم proteomics فاهم المجالات المختلفة تاعة ويقدر ان هو من خلال الانالفز اللي هو عمل او من خلال الطول اللي هو عملها developing وبقى طلعت نتائج يقدر يفهم النتيجة اللي طلعة دي ويربطها بالpolicion اللي احنا بندور فيه فا يعني ده كان الهدف ان احنا بفاهمين اصول الاشياء في نفس الوقت نعمل بشكل intensive وفي نفس الوقت برضو ان نقدر نعمل interpretation للنتائج هو اخر جملة او اخر موضوع اللي هو ازاي تقدر تفاصل نتائج يعني اخو كان من كان بتنخمد موضوع ده فعلا فعلا مشكلة كبيرة جدا ان الوحي طلع نتيجة وهو مش قادر يفسرها بتحاول البناء ادم الى آلة بالزبط فيعني النقطة دي لو نقدر نوفرها في الشخص اللي هو موجود في الدبلوما على كلام حياتك ده دي حاجة ممتازة جدا طيب مين اللي يقدر يستفيد من الدبلوما انا طالب يعني دايما اسئلة بتيجي ايه انا ده بدل اسكازا ممكن اخش دبلوما تنيه فيه انا دي اسكازا دي كتير بايوري يجي بقى كمبيوتر ساينز اه هيكتر جدا من الشخص اللي الدبلوما تقدر تفيده اه وتطلع منه حيات كويسة طيب بوس خليني اقول لك على حاجة اه اللي هستفيد من دبلوما هو الشخص اللي جاي عايز يتعلم بيونفروماتيكس اللي هو عارف هو عايز ايه منها اه في ناس بتيجي يفكر انه هي مثلا لما تعلم بيونفروماتيكس هتقدر تشتغل اه شغل كده يجيب لهم فلوس الناس دي هو ده بيحصل تمام بس ما يكونش ده حدا كنت اعتقد للدبلوما خلاص الناس دي عامتا مش بتصمد هو اهم حاجة عشان تستفيد من الدبلوما بشكل كويس قوي يبقى عندك زي ما قلت باشون تجاه العلم ده وعارف انت عايز تعمل بي ايه دي اول حاجة عشان تصمد لان الدراسة فيها مش سهلة الكيميات والضغط بتاع المواد مش سهل. فعشان تستفيد تبقى انت قريدي داخل عندك هدف كبير او فعلا عندك نية ان انت تضيف يعني مش هقول كرير شفت لا بس تضيف كرير جديد جانب كريرك فده اول حاجة. مين بقى الشخص الممكن استفيد بيها هو احنا عندنا استفاد من الدبلوما بصراحة كل كليات اللي في مصر يعني مثلا طب صيدلة علوم زراعة هندسة كمبيوتر ساينس كل الكليات دي او كل دومينز دي اي حد خريج الكليات دي قد انه يخش ويستفيد من الدبلوما ويينهانس الكليير بتاعه بشكل معين او حتى يعمل شفت للكليير بتاعه تجاهب بس زي ما انا قلت شرط ان هو يبقى داخل عارف ان الادراسة مش سهلة وان هو مش بس عايز شهادة ولا عايز حاجة يزود بها داخله لا هو فعلا عايز المجال ده يتعلمه وبيحبه هيقدر ان هو يستفيد بشكل كبير جدا وهو ده في الاخر انا بابقى شايف الطالب هو داخل الطالب ده وطالب ده بقى عامل يعني مصنى في الناس وهي داخلة في الاول بتكلم عامل كتير في اول محاضرة وفيعني الناس اللي ان تكون داخلة عندها هدف وعندها اهم هي دي الناس اللي بستفيد فيه ناس بتقع يعني فيه ناس ما بتكملش ما بتقدرش او حتى بيخلص بس مش بيستفيد بيها فانا يعني اللي اقدر اقوله ان اللي بستفيد هو اللي عارف بالزبط هو محتاج ايه? اه احنا عندنا دلوقتي في مصر اكتر من كلية بالدريس البيوميتيكس والبيوميتيكس والانا هنا مركز قوي على كلية البائينثلماتيكس في مصر. احنا عندنا صغر من عشر جامعات تقريبا عندها برامج في lan Bin Driver лучше. طالب الف savage اللي هو اصلا تخصصه Почему invented, محتاج الدبلومة? هيستفيد بها? ولا هو خلاص. يعني عد مرحلة الدبلومة دياً وهو يمنح fools حاجات اكتر من كده أو ابعد من كده. هل طالب الف النتون لي أنه لا تخصصه في الاسعة. مش باكدا مع طالب بيوتكنولوجي ولا بيولوجي ولا اي حيا او حاجات دي. طالب تخصصه في الاسات بام، هل هو محتاج الدبلوما? هل هو ممكن يستفيد من الدبلوما دي? طيب خليني اه اتكلم شوية عن نقطة اه انا خايف منها الحقيقة. تمام? اه يعني اهم حاجة في ان انا مش ادرس بس على جنب وعلى ناحية تانية ادرس وحتى علوم طبية على جنب. تمام? الهدف من اي برنامج عشان يبقى انا ايجي حماية فيلمية انا هو يحقق اللينك بين الاثنين. يعني يبقى فيه كورسات طبعا بيولوجي وفيه كورسات بس نفس الوقت فيه كورس بيوري للطالب هاو تويوز البروغرامينج سكيلز اللي عندك في ان انت تعمل تعمل وتعمل تستفيد بالبيولوجيكال اللي عندك والبيولوجيكال نوليدج اللي عندك. اللينك دي هي مش يعني مش انا مش عارف بس يعني انا اخشى انها ما تتعملش بشكل كويس في البروغرام دي. بيمكن اللي احنا يمكن بنساعد به طلبة البيوماتيكس اساسا اللي هما سي اس هو البراكتسينج ان هو بيعمل براكتسينج بشكل حقيقي بيقرأ بيبرس حقيقية بينفز بروجيكتس واقعية. فدي حاجة. حاجة تانية انه برضو ممكن بنيديله شوية بيولوجي مع جنوميكس مع بروجيكس. اللي هي العلوم اللي هي البيولوجية. اللي هي البيز ده على اللي هي الاوميكس. فدي مهمة جدا واعتقد انها يعني البرامج دي تراعي ملازم تراعي الجزء ده في في بتاع البروغرام بتاع. سؤال يعني انا شايف ان هو مهم جدا. انا داخل الدبلوما. حاجة بتوعيدني بايه? اوعدك انك هتتعلم. انا اوعدك انك هتتعلم كويس. انت هتاخد اه يعني بشكل محترم زي بزبط برا. اه اوعدك ان انا هبقى معاك على الطريق لحد ما تلاقي الفرصة السليمة. يعني انا هاوعد المميزين في الدبلوما. اي حد دخل الدبلوما هو تميز انا قدر اوعده ان انت هتلاقي فرصة. هتلاقي فرصة? ولا هساعدك تلاقي فرصة? هساعدك تلاقي فرصة. ده وعد كبير جد بنا. اه انا انا اده. طيب انا خلينا اقول اه اتكلم بالحياة الواقعية. انا حاليا اه يعني محتاج ناس انا محتاج ناس تشتغل في يعني في اماكن مختلفة. مثلا انا عندي حاليا اربع خمس اماكن حقيقي. محتاج ناس تكون اه يعني متعلمة بشكل اه زي ما انا قلت بالمواصلات انا قلتها. يبقى يعرف يعمل بشكل كويس يعرف يعمل فاهم التول تشتغل ازاي. اه ففعلا اي حد في الدبلوما كان فعلا خلصها. وفيه المميزات دي وهو فاهم وعنده ده قريدي هو اشتغل في مكان ما. يعني مثلا في جامعة النيل في اه في اربع تي ايز اشتغلوا خرجين دبلوما في اتنين ار ايز اشتغلوا خرجين دبلوما. اه في ناس اشتغل تي ايز في جامعات اخرى وكذلك في يعني ممكن في الاندستري بس لسه يعني الموضوع بيكبر. اللي عايز اقوله ان اه اي حد متميز اتخرج من دبلوما. انا هقدر اوعده ان انا هساعده فعلا ان انا لقي له اه position في مكان ما. اه وده انا مزنوق. انا مش لاقي ناس كويسة. انا فعلا كل الناس اللي انا عرفها اه كويسين في في الدبلوما. انا بحاول ان انا approach them. واكلمهم. ووجههم في الاماكن اللي تتناسب مع ميولهم. يعني فيه ناس بتبقى حبة مثلا شعب في research. اه فيه ناس بتبقى حبة اكتر تعمل teaching. اه فيه ناس بتحب الشعب في industry. في يعني انا بحاول دايما approach الخارجين المميزين. واحطهم على الطريق او الحاجة اللي هما بيدوروا عليه. والتتناسب مع قدراتهم وميولهم. طيب اه بمن حركة مهتمة بالناس المتميزين وهتحاول انت تساعدهم ان هما يشوفوا طريقهم في البيانتماتيكس او يشوفوا طريقهم في البيانتماتيكس. او حاجة تحطوهم على الطريق. ازاي بقى حياتك بتقول انه ده متميز. ده كويس. طيب هو قرار ده متميز او شو متميز. طبعا انا بدي كورس في الدبلوما فانا يعني اوزن الكورس ده انا بقى بعارف بخلاص بقى مع نهاية الكورس والبروجيكت ومستوى البرزنتيشن اللي بيحصل انا بقى بعارف مين المتميز. طبعا ده مش كافي. اه اللي انا بعمل به هي ان انا بتكلم بقى الدكاترة. يعني على تواصل مستمرة مع كل البروفيسورز اللي بيدارسوا في الدبلوما. وبرضو باخد قراءهم. اه بطلب من كل دكتور انه هو يديني مسلا اه يقول لي اسم اتنين او تلاتة او حتى يعني من الناس المميزين في الكورس بتاعه. اه بسأل كماني تي ايز. اه لان هما برضو اشتغلوا يعني مع الطلبة في البروجيكتس وقعدوا عام كتير واتنقش معام كتير. فبسأل للمعادين اللي دارسوا في الدبلوما بسأل الدكاترة. وكمان ممكن اسأل الزميل. يعني لو في حد مسلا اه خلاص الناس كتير عملت بابدأ اسأل زميله. انت ايه رأيك فيك? ان ده مهم جدا ان هو يكون شخصية اه سهلة التعامل وسالسة. ويعني يعني كده. فيعني العايز اقوله ان انا بسأل للناس اللي احتاجوا مع الطلبة دي بشكل كبير. اه انا نفسي بشوف البروجيكتس. البروجيكتس من اكتر الحاجات اللي بتبين مدى كفاءة الشخص ده في في يعني. فكل الحاجات دي بحطها مع بعض كده وببدأ ان انا ايه اه اه اتواصل مع الناس دي واكلمهم واعرض عليهم فرص عمل كتير قوي. بس انا بتواجهني مشكلة الحقيقة هنا. فرصة ان انا اتكلم عنها. الناس فعلا كويسين اللي هو انا يا فعلا ده حصل معي في راون تلاتة. كنت انا محتاج اه يعني انا عارف انا كويسين طبعا وخلاص كلم الناس كله اتفق عليه عليهم. فا اكلمهم يقول لي معليش سوريا انا بس ايه يعني اه جالي اوفر في في المانيا. بس انا قاعد مستني سافر. ده حصل على على يعني تلاتة تلاتة دلوقتي اه على هزا المستوى. اه فطبعا يعني اه الكويس السافر الكويس اللي لسه في مصر انا بحاول اساعده. بستول عليه. تمام? وبرضو يعني اه الناس بقى اللي هم يعني لسه حتى المجتهدين على فكرة مش لازم تكون يعني لو حد فيه فيه يعني اه ممكن يجي منه يعني اه راجل زي ما يقولوا ممكن ده طبعا برضو بحطه على حاجة تكون مش محتاجة. يعني شغل بريت عائلة قوي ويقدر ان هو يتعلم. ده بيحصل بشكل كتير. طب خليني خليني سؤال سؤال بقى. بلوقتي حرك اه اه مفروضة في ناس بشكل حياتك صح? الناس ديان كباحسين بقى. كباحسين مش مش تيقس. امتى حرك بتقولي على الباحث ده? ده احسن طالب عندي. ده طالب ده انا وقت ما هيبقى فيه اه تسك معين هتطلبه مني هتدهوني على طول. اه تسكة ايه لها الدهول هو? يعني الباحث المتميز بالنسبة لحياتك ايه المواصفات اللي ممكن تتوفر فيه? طيب السؤال حلو. اه انت اصدق قبل ما عينه ولا? لا خلاص. انا عينته خلاص. انا واحد عندي اه وتعين. انا خلاصوا لي زي ما انا عايز بالزبط. طيب. اه فوجة نظري اهم حاجة في اي باحث هو قدرته على وان هو يستوعب علوم جديدة. ممتاز. يعني ايه? يعني مفيش حد في فيها مجالات كتيرة جدا جدا جدا. تمام? اه لو هو مسلا تخصصه او يعني كل ابحاث وشغله كان مسلا في وانا جالي مشروع فانا يهمني في الباحث او اهم حاجة تميز باحث عن باحث اخر هو قدرته ان هو يستوعب ويتعامل مع نوع ديتا جديد او دومين جديد في ويقدر ان هو يتعلم بسرعة. فالتعلم السريع دي من اهم مميزات اي باحث في وجه نظري. اه الحاجة التانية اه هو قدرته على الانجاز. تمام? اه برضو من من حسب ما شفت يعني الباحثين في مصر عموما في نوع بينجز يعني يكتفي ان هو ياخد او يلقط الحاجات اللي تفيده في الشغل ويبدأ ان هو يبروديوس بسرعة. وفي نوع تاني من البحاس او يباحثين بيبدأوا ان هما يينفيست وقت اكتر في اقراءة عن اصول الاشياء. تمام? اه دول كويسين ودول كويسين. دول ليهم تسقاط ودول ليهم تسقاط. تمام? الفكرة بقى ان انا اوجه التاسك دي طبيعتها ايه? هي عايزة حد ينجز يبروديوس بسرعة يطلع نتائج بسرعة? ولا عايزة حد يعني 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 وقت كتير قوي في ان هو يتأكد من الفكرة وان هي فعلا وان هتطلع نتائج. فطبعا يعني دول صفاتين مهمين. اه قدرة على الانجاز. اه البحث في اصول الاشياء احيانا بتبقى كويسة في بعض المشاريع. اه اعتقد هيا دي اهم حاجة. طيب خلينا نركع للدبلوما وراءة ثانية. احنا مريز بروجرامنج في الدبلوما صح كده? اكيد اه طيب. طيب. اه هي دايما بعض الناس بتعتقد انه الباينثيماتيكس هو عبارة عن برمجة. تعليم ترمجة خلاص كده انا تمام. هل المعلومة دي صحيحة? هل انا لو تعليمت بروجرامنج خلاص وباينثيماتيكس كده بالنسبة لناس كتير جدا هو البروجرامنج. هل ده صحيح? ده رقم واحد. رقم اتنين السؤال متعلق بالدبلوما. اه هل اه المستوى اللي انا باخده في الدبلوما يأهلني الى ايه في البروجرامنج? هل انا ببقى مع اللغة? ولا باخد البيزيكس? ولا باخد البيزيكس حاجات تماشيني على داتا. بص. ما فيش اي كورس في اي جامعة في العالم. تمام? بيديك كل حاجة في اي لغة برمجة. تمام? الكورس بيحطك على يعني ايه? يعني مثلا احنا عندنا كورس بايسون. اه كورس متخصص في بايسون بروجرامنج اسمه بايسون بروجرامنج فور بيولوجيكال ديتا اه اه انا لسيز اند فيجولايزيشن. تمام? ده كورس هو بايسون. هو بيديك كل الاساسيات بتاعت البيسون بروجرامنج. ازيوم ان انت متعرفش اي حاجة في البيرامنج. تمام? اه وفي نفس الوقت بيعرفك الموجودة الموجودة والميكس اللي انت ممكن استخدمها. في البيئيسون وهو تتوزي الضغط هذا. تمام? ويعرفك ايه موجودة الموجودة ممكن استخدمها. وطبعا بيبقى في اخر الكورس ده. تمام? هو طبعا اي كورس في الدنيا. هم دا اي كورس بستة تهاتين ساعة. تمام? انا بكتب عليك وقلتك في ستة تهاتين حاجة. هو ده الحتة المهمة عندنا في الدبلوما. جميل. آآ ده كان اول سؤال. تاني سؤال. سؤال اولين اللي هو ناس كسير جدا. آآ آآ. انا عايز ابدأ بتعلم اني لغة برمجة. هل اصلا سؤال ده صح? يعني هل سؤال ان انا بقول للشخص بروح للشخص اقول له انا عايز اعلم برمجة ابدأ بلغة برمجة ايه? هل الدخلة دي? دخلة صح? بص هو اي لغة برمجة هتعمل لك التاسك بتاعتك. حلو? مبدئيا. آآ مش مش لازم ايه هي اللغة? ولكن يعني مسلا اقول لك انا انا خارج دلوقتي. البس بدلة ولا اميس ولا جلبية? اي حاجة. صح? هي تعتمد على انت رايح فين? صح? اه. انت رايح فرح هتلبس بدلة صح? انت رايح تصلي هتلبس جلبية. مم. فالدبنز على نوع التاسك بتاعتك او نوع الديتا او نوع السؤال نفسه اللي بتحاول تجاوبه. خلاص? في بعض البروجرامز او شطرة قوي قوي في مسلا في انها هتعمل وتعمل بشكل محترم تطلع حلوة يعني زي مسلا الار. تمام? اه في لغات برمجة متمايزة شوية في مسلا الحاجات اللي هي علاقة بالماشين لرنينج والديب لرنينج زي مسلا البيسون. اه لو انت ابتتكلم في يعني انت محتاج تول بتتعامل مع مع ديتا يعني واكتر. تمام? فانت محتاج حاجة اللي هي علاقة يعني حاجة اه لها عالي قوي زي مسلا سي او سي بلاس بلاس. فهي تعتمد على انت محتاج ايه? او هتعمل ايه? اه في اوكي? فانا يعني لو انت لسه اه اتعلم بايسون. تمام? اه وار. دول يمكن من اشهر حاجة تمام? بس ما قدرش اقول لك مين احسن ومين اه اقوى. زي ما انا قلت انت هتعمل ايه? واختر اللغة بتاعتك. اه البيسون يعني يمكن مفضلة شوية انها سهلة كسينتكس يعني كطريقة كتابة. ممكن اي حد تعلمها بممتاز سهولة. اه في يعني اي روكممند يعني ممكن تبدأ ببيسون بس تبقى عارف ان انت اوبن ان انت هتتعلم قدام ار واسي او سي بلاس ممكن احيان جافا. فييعني مفيش حاجة اسمها ابدأ بايه? يعني طبعا بايسون بس ما فيش حاجة مش هتكتفي بيها. طيب اه ايه الجديد بقى? احنا يعني بقلنا بقلنا سنتين في ولا تلاتة? اه دي تلات سنة. دي تلات سنة خلصت ولا ليس مش مخلصتش? اللي هتبدأ ان شاء الله تلات سنة. اللي هتبدأ ان شاء الله انا خرجنا يعني ارش سنتين. كل سنة في اخص بيها hace gda. اه كل سنة اه كويس جدا. طيب. رابع سنة بقى اللي هي جاية او التالت سنة اللي جاية دي. الدفعة الخمسة صح كده؟ بزبطة. طيب الدفعة الخمسة بقى يعني هل في جديد يعني هل يعني الناس هنا في الدبلوما بتطور من المحتوى ولا التطوير بيكون كل فترة ابعد من كده. يعني انا عارف ان احنا دبلوما 2018 ده مش مدة كبيرة قوي ان احنا نعمل تطوير كبير قوي. ولكن هل بكل سنة يبقى فيه جديد في الدبلوما هل بيتم النظر في المناهج مرة تانية؟ بيتم التطوير على المناهج بيتم التطوير اي نوع من انواع التطوير ممكن يحصل للسنة الجديدة ولا احنا لسه زي النظام اللي احنا ماشيين بينه؟ بص هو فيه تطوير على كزا مستوى. اول حاجة اضافة كورسات. فاحنا بدأنا باربع كورسات. بعد كده النهاردة فيه سبع كورسات. فالعايز اقوله ان احنا كل سنة بنزود كورسات جديدة. وده بيبقى ناتج لكزا حاجة. يعني بنقرر نزود كورس امتى؟ لما تظهر حاجتين. لما الطلبة تسأل احنا عايزين الكورس ده. احنا احنا ش شايفين ان احنا عايزين كورس زيادة في الحتة دي. ده حصل مثلا في كورس. زاوينا كورس السنة اللي فاتت اللي هو اسمه. فده ما كانش موجود بصراحة اول مدقنا. بس لما خلصنا اول انتيك وتاني انتيك لان ان فيه نيد شوية او فيه شوية في الدبلوما ان نقيصها الجزء ده. طلبة طلبته. بدا ان احنا ندور على البروفيسورز اللي المتخصصين في النقطة دي. فلاقيناهم فلا عايز اقوله احنا بنفتح كورسات. از لونج از ان فيه نيد لده. وان فيه البروفيس المتخصص اللي هيقدر يشرح الكورس ده بشكل متميز. ده من حيث عدد الكورسات. حيث بقى الكونتنت بتاع كل كورس فاحنا طبعا الفيلد بتاع كورس هو كل يوم فيه جديد. كل يعني اللي وفضلنا على نفس الكورس السنة من سنتين هيبقى الكورسات دي او وده يمكن المختلف عن اي مجال. فالعايز اقوله احنا طبعا بنطور في المحتوى بتاع كل الكورس ومع كل او ما كل بيلاقي فيه حاجات محتاجين نشيلها حاجات محتاجين نضيفها. اه وبيحصل دايما تطوير مستمر في الكونتنت بحي اه يعني مثلا اه مع وجود الكورونا طبعا فيه كورسز كل الكورسز اللي كانت شغالة لوقت الكورونا اه كان المشاريع بتاعاتها كانت اه لها علاقة بالكورونا. اه. وده كان شيء كويس جدا. اه الحاجة التانية ان حتى يعني في بعض الطبيكس اضافة في الكورسز دي عشان تخدم البروجيكت اللي هو عن الكورونا. فالعايز اقوله ان احنا اه في مرونة كبيرة جدا اه في المحتوى وبيتطور دائما بشكل مستمر من كل سنة للتانية. اه الحاجة بقى الجديدة اللي احنا هنبدأها ان شاء الله السنة اللي جاية دي. اللي هو ان شاء الله اكتوبر اللي جاي 2020. اه هو ان احنا هنعمل هايبرد سيستم. هو هيبقى مستمر مستمر ولكنه مش مستمر كله. اللي عايز هو بقى مستمر سيستمر هايبرد سيستمر. يعني ايه. اولا فكرت مستمر ده انا عايز احكي بس عنها انا من قوي مدارة الدبلوما وناس كتيرة قوي بتكلمني من بلاد مختلفة في الخليج في السعودية الامراط. عايزين اه يبقى في اه اه من دبلوما. طبعا انا كنت بصراحة خايف من موضوع ده. كنت شاكك من يعني كفقته. لما حصل طبعا الكرونا اللي حصل. احنا اضطرينا غزب عندنا نشتغل اونلاين. تمام? فاللي حصل حاجة غريبة جدا. كانت تبدالي مفاجأة الحقيقة. لقيت موضوع نجح جدا. لقيت موضوع ده النجح بشكل كبير جدا جدا. لقيت الطلبة مبسوطة. فهمة اكتر. الدكاترة نفسهم مرتاحين بشكل افضل. آآ آآ يعني اللي عايز اقوله ان الموضوع ده نجح بشكل كبير غير ما كنت انا متوقع. برضو عشان ابقى صريح. يعني ما جملش الحاجة فيه نسبة صغيرة جدا من الطلبة اواجه مشاكل. في موضوع الونلاين. نتيجة ان هم مش عارفين يتابعوا الكورسز ولكن دي نسبة صغيرة جدا. طبعا احنا مش عادة نعمل نسبة دي طبعا. فاحنا عملنا سيستم جديد هو هيبقى آآ فيه نظامين. فيه نظام توتالي اونلاين. يعني ايه يعني هياخد المحاضرات اونلاين? هياخد التيوريال والليبس كلها اونلاين. وده هيفيد الناس اللي برا محافظات القاهرة والناس اللي برا مصر. الحاجة التانية ان احنا هنعمل بقى سيستم تاني يعني برضو المحاضرات اونلاين اللي هي النظري. ولكن لو هو بواجه مشكلة ان هو هيعمل براكتسينج لوحده فهو يقدر يجي الجامعة يعمل براكتسينج. هيلائي كل هم موجودين. هيلائينا احنا كده كترة موجودين هنعمل برضو ساعة في الاسبوع في الجماعة اللي عايز يجي هيلاقي حد يتكلم اللي عايز يسأله سواء معيد او دكتور لكل مادة الحاجة التانية ان حتى نظام الامتحانات هو مش يعني ايه يعني حتى لو هو انلاين هو هيقدم بتاعته هو فيه يومن بيصحح الكلام ده بيدي له فيدباك يعني ده نظام انا شايف ان هو هيساعد الناس المشاعدين يجوه قاهرة فيزيكالي وفي نفس الوقت هيساعد الناس اللي مش قادرة تتابع لوحدها ومحتاجة حد يبقى معاها يعمل لها يعني خاص كده يا جماعة لنا الكلام ده كانت سئة كتير جدا واكتر سؤال كان بيجي عند الكومنتات في دكتور محمد خاص لنا هنا كده الدبلوما السنة الجاية فيها اونلاين يعنيها لمنبرة القاهرة من برا مصر من اي مكان في الدنيا قادر اخد الدبلوما بشهادتها طبعا كل حاجة زي العادي هفيش اي مشكلة يعني لك كده فاصلينك كده لتاني حاجة لك محمد هيساعد الناس انها مميزين وكمان في الدبلوما هتبقى موجودة اونلاين واللي مش حابب انها تبقى اونلاين كلها هيبقى في جزء موجود في الجامعة لو هو حابب يجي يكمل او يعمل اي حاجة تمام كده؟ مظبوط وحتى التقديم اونلاين وكل حاجة موجودة اونلا مش وحدة هكتجي تقبل حاجة طيب ممتاز جدا بما اني دكالت الدبلوما خلاص خلاص طعام دايما هيكون في شخصين بياخد الدبلوما من وجهة نظري انا ممكن حاجة سخحلي لو انا مبتق بدوان شخص هو كده كده في المعرفة هو بياخد البيانفرماتيكس عشان سكلز جديدة لي او يطور من نفسه او ممكن يكون محتاجها في الشغل بتاعه او ما الى ذلك ولكن هو قاعد مع الكيميكالز وفي المعمل ومش يخرج من المعمل ومش ناوي ان هو يعمل كاريشيفت برا المعمل اوكي؟ عن ناحية تانية في شخص تاني ناوي يكمل في الفيلد بتاع البيانفرماتيكس مين جول بالنسبة له هو اهم حاجة هو عايز يبقى البيانفرماتيشن ومكمل في الطريق ده للاخر انا خلصت البيانفرماتيشن في طريق زي ده وفي طريق زي دوان لو انا الشخص دوان دلوقتي ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر اقول انا واقف على رجلي في البايانفرماتيكس ده الشخص الاولين ايه هو في المعمل الشخص التاني برضو ايه اللي يبقى هو محتاجه عشان يقدر اقول انا انا اعاد اي رقفها انا ادري اخد داتا واعمل لها اناليسيز واتعامل انه عايه ومعندش اي مشكلة. وشخص التاني ده ايه البيانفرماتيشن بتاعه? ما هو خد الدبلومة. ايوا ايه البيانفرماتيشن قبل ما يجي الدبلومة ايه هو اخي هوا مسلا مهندسة ولا? ايه كان هو او بايولوجيا حسب هو يعني ممكن يكون بتاعط بايولوجيا ممكن يكون خد يكون اه سي اس. تمام? اه قد يكون حاجة تالتة. بس استيل هو خد بيزيكس في الدبلومة للبيانفرماتيكس تمام? وعايز يبني عليها هيبني عليها لو بيولوجي أنا يعرفنا هيبني عليها بيولوجي بس إن جنرال لو أنا محتاج أبقى بيولوجي من بعد الدبلومتين كانت الباك جراوند بتاعتي هل في حاجات معينة جنرال مش متعلقة بفيلد معين مش متعلقة بباك جراوند معينة ممكن أعملها خليني أقف على رجلي نفس الكلام لو أنا بيولوجيست ون هو يكمل بيولوجي وفي المعمل وكل دوان وعايز بقى أحس أنه خلاص بقى يعني أنا بقيت كويس في باينفروماتيكس قدر استخدمه في الشغل بتاعي. هلنا محتاج حاجات بعد الدبلومة ولا الدبلومة كفية? خلص كده. ما عمبيش حاجة تانية اكدها. اه نفسك كان بنسبة الشخص التاني. الوضع يبقى عامل ازاي. انت اصدق يعمل ايه? يعني. يعمل ايه بعد ما يخلص الدبلومة? بعد الدبلومة. بص هو سواء ده او ده. انت محتاج بعد ما تخلص الدبلومة. محتاج تشتغل في باينفروماتيكس. يعني لو انت شغل في لاب مثلا. اللاب ده هل هو عنده سيكونسر او بيفكر يشتغل سيكونسر. فيه ناس كتير ده وقت يشغلين في اماكن هيجيبوا سيكونسر مثلا واشتغلوا على الديتا بتاعتهم. فده مطلوب جدا. وده شخص محظوظ الحقيقة. انه هو ديرس بيولوجي في نفس الوقت. المكان اللي هو بيشتغل فيها بوفار له ديتا. يقدر ان هو يشتغل عليها اناليسز. فانا شايف ان ده اكتر حد هيكون مثلا حظه وساعده ان هو يكمل في الفيلد بشكل كبير. وعلى فكرة فيه امكان كتير داتي في مصر بدأوا ان هما يعني هما مشتغلوا في المعامل بدأوا ان هما عندهم كبيرة قوي بالباينفروماتيكس ويجيبوا السيكونسر وموضوع بدأ انتعش يعني. الشخص الثاني بقى افرد انت مثلا تخلصت خلصت بلومة. والمكان اللي انت بشتغل فيه ما عندوش ما عندوش ديتا. ما عندوش سيكونسر. يعمل ايه? والله ينزل الديتا يعمل اونلاين. يعني باينفروماتيكس هي فيها ميزة كويسة قوي. تمام? ان هي الديتا كلها موجودة اونلاين وفري. تمام? التولز كلها مش كلها يعني اغلبها 99% منها. تباين 90% منها موجودة وفري برضو. فتقدر تدرب بنفسك. فلو انت مكانك مش بيوفر لك ديتا. نزل الديتا اونلاين. تمام? وده تتعلمه في الديبلومة كتير قوي يعني. نزل واشتغل. طب ايه هي التوبك بقى يعني اهم الاسئلة? طب انا ما عنديش حاجة اشتغل عليها. انا اوكي بعرف ان نزل بس انا مش في بتخلينا اشتغل في اعمل ايه? ده من اكبر الاسئلة. هقول لك من طالب بساطة. روح اتكلم مع الناس. انت مطلوب. انت كسكيلز مطلوب. تمام? روح اقول للناس انا عايز اتطوع عندكم. كلم مركز بحسي كزا. كلم مستشفى كزا. كلم كزا. اقول لهم انا متخرج من الديبلومة ومعايا سكيلز كزا وكزا وكزا وكزا. واعايز اشتغل متطوع عندكم. تمام? او انترنشيب. انا اعتقد انا من نظرتي واللي انا شايفه انت مطلوب. فاعتقد انهما مش هقلولك لأ. جيفين ذات ان انت متطوع. لحد ما تثبت. لحد ما تثبت. لأ فيه. هي فيجي. بس لازم يثبت كفاءة ولازم يكون فيه فاند. الموضوع مش يعني مش مش بالسجولة دي. بس لازم يكون فيه فاند وفيه وفيه حاجة بتصبورت ده. دي تاني حاجة. طب افرد انت مش مكانك مش بيوفر لك ديتا وما لقيتش اي مكان انت اتطوع فيه. هتعمل اي? انا هقول لك مازل اي جديدة كده حديثة. اقراها قويس قوي. شوف دي اه اه طبعا نكون فيها بايوانفرماتيكس. نفع شغل بايوانفرماتيكس. كون فيها مسلا البيبر دي بتتكلم عن ايه? اه هتلاقي غالبا الديتا موجودة نزلها. هتلاقي الميسودز مكتوب فيها التولز اللي استخدمت. رن نفس التولز. يعني سيموليت البيبر اعملها تاني. اعمل الاناليز بتاعها تاني. عندك نتاج موجودة في البيبر. عندك الديسكشن. تشوف اللي انت طلعته. مع اللي طلع في البيبر ولا لا? تمام? طيب لو خلصت ده هتعمل ايه? تبدأ ان انت تحسن في الميسودز. صح? انت دهوقتي شفت الميسودز المكتوبة ازاي? شفت التولز اللي استخدمت? اه لو استنيت شهرين تلاتة هتلاقي في التولز احسن نزلت. حاول اه شوف التولز الافضل. اه حاول زبط البرامترز بشكل احسن. اه حاول انت تكرياتي رؤون تول مش لازم تكون تول كبيرة بس ممكن تكريات تول صغيرة في النص تساعد الخطوات في البيبلاين. اللي عايز اقوله ان الخطوة دي هي اه يمكن مش مش هتحطك في بروجيكت حقيقي. ولكن هي هتخليك تعمل وتجمع كل التعلمتها في الديبلوما بشكل وبشكل اه يعني اقرب ما يكون ان انت شغال في وزي انا قلت حدس الطول. اه ممكن حاجة تانية خلص ان انت اه تعمل يعني تنزل من عشرة مثلا تمام? وتبدأ ان انت تعمل مع بعض صح? تاني اعلى ان انت تنزل من معينة تمام? وتبدأ ان انت تعمل للديتا دي بشكل اخر. يعني البيبر دي هتلاقيها مثلا معينة. بتحل على بتبحس او بتحاول تحل سؤال معينة. خلاص? الديتا دي كنز. انت تقدر من الديتا دي تحل على اسئلة كتير جدا. تحل اسئلة كتير. طلع حاجة تانية. اه. يعني بنفس الديتا اللي موجودة. حاول فكر فكرة تانية. تمام? وطلع نتائج مختلفة بفكرة اخرى. اجاب على سؤال تاني. وغير سؤال اللي هم كانوا مجاوبين عليه بالديتا بتاعتهم. بالزبط. وابدأ انا يعني كأنه بتاع انا بقى. بالزبط وانشر. وده شرعي. ما عمل كا دلوقتي. ده شرعي تمام? مش هيو خالص. اه ما عمل كا دلوقتي. اه اه. يعني نزل الديتا اشتغل عليها بشكل تاني. اه طلع نتائج مختلفة بتحل او بتادرس بوينت مختلفة. وانشر. اللي عايز اقوله قضي وقتك في النشر. ان ده مهم جدا وده هيسهل لك فرص كتير جدا قدام. فا اه ما تخلص ما تخلص. ما تقولش انا خلصت الديبلومة وقاعد مستني شغل. انا اسف. صح. الشغل اه لو انت متماعيز هيجي لك بس لو انت لسه محتاج اكتر او تعمل اه او لسه فرصة ما جاتلكش. اعمل بقول لك عليه ده هاد بيبر. حاول حل نزل ديتا. عشان تفضل دايما في الفيلد وفاكر. الفيلد لان لو انت خلصت الديبلومة وماستخد امتهاش. ايه لا يحصل? اه اه شوف بقى تفضل فيها. هتنساها اه 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 يعني خاص كده ما عملش بها حاجة. وده بيحصل. احنا شفنا ناس كده للأسف يعني. تمام? هو داخل زي ما انا قلت عايز يشتغل شغلة اضافية ولا حاجة ويجيب بيها فلوس. بس طبعا ده مش بيبقى سهل. اه مش سهل ان الناس تفعلك فلوس وانت لسه يعني اه مبتدأ لازم تكون طلعت بيبر. لازم تكون عملت براكتس. تمام? ما ان يعني برضو عايز اقول مش معنا كده مش بتخليك تطلع قادر تعمل ده. بس هي الناس شوية عايز اتصق فيك. هي دي برضو. بتبقى يعني مشكلة شوية في العالم كله مش في مصر بس. اه لازم انت عشان تبين الناس ان انت تفاهم. يا اما هيعمل لك اه انترفيو مثلا ويديك تاسك وتحلها. يا ما يكون معك بيبرز منشورة. اه سؤالين متعلقين بالفلد بتاعنا في مصر. احنا احنا قلنا الاول انه فيه ناس كده قوي اه هتتخرج من كليات او كليات حاسبات معلمات تكسم بايتوماتيكس. معوجود ناس بايتكنولوجيست بيخشوا المجال بتاع بايتوماتيكس. معوجود خارجين من الدبلوما. المجال في مصر يستحمل يعني من وجهة ناس حياتك او من خلال اه ما اللي حرارك وجهته. في احتياج الناس للدات او وجود داتا او احتياج الناس لناس تعمل اسس الداتا. انا عارف انه فيه احتياج ولكن انا هنا بس بتكلم على وجود ده وده وده. التلاتة دول انه حد يكون خارج حاسبات معلمات. حد يكون اه 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 بايتوميجست وحاول بايتوماتيكس او عايز بايتوماتيشن مع وجود ناس خارجين من دبلومات اللي موجودة في مصر. هل المجال يستحمل كل دول؟ بخلاف ان المجال محتاج انا مدرج ده تماما. ولكن هل يستحمل كل دول او هل يستحمل المتميزين من كل دول؟ طب خليني اقول لك يعني اي مجال تاني اي مجال هل هو الخارجين كلهم بيلاقوا في نفس المجال بتاحهم بشغل؟ انا قلت المتميزين في الآخر اللي حقيت نفسي. اه ايوا بالزبط كده. هل يستحمل المتميزين من من الفيلم؟ تمام المتميز هيلاقي مكانه. انا دي توقعاتي طبعا. تمام? انا توقعاتي الخاصة من اللي انا شفته خلال لما جيت مصر من داخل على تات سنين ونص اهو. اللي انا شفته ان المتميز يعني اللي حصل في التلات سنين ونص دول انا شايفه فوق متوقع. بصراحة. جدا. خلينا اقول دلوقتي اول ما جيت طبعا الناس عارفة بيونفروماتيكس بس فيه كتير مش فاهمين ايه كلمة بيونفروماتيكس. وللاسف هم شغالين في يعني في البيولوجيكال فيلد بس مش اوير قوي بالبيونفروماتيكس دي ممكن تعلملهم ايه. او يعني ايه اللي انا هستفيدوا ان انا اشتغل البيونفروماتيكس. او ان انا ادخل في اللاب بتاعي شغل البيونفروماتيكس. فالاويرنس زادت قوي. تمام? المتميز بقى من الكليات اللي انت بتقول عليها دي. انا اتوقع طبعا مع البروغرس اللي فات. اه في التلات سنين اللي فاته. طبعا الناس دي ستدخل السنة دي. تمام? هنقول مسلا نوزن اربعة سنين من النهاردة. انا متوقع ان المتميز منهم قطعا هيلاقي فرص عمل. اه خلينا اقول لك ليه? يعني برضو الكلام ده بدأ في المانيا يمكن بدري شوية. اه زمان قوي كانت الناس مش عارفة هي هو سيكونسنج ده انا عمله ليه? يعني مش عارفين اهمية سيكونسنج. تمام? بالوقت الناس فهمت ان سيكونسنج ده بيديني معلمات اكتر بيديني اعلى ممكن اطلع اه نتائج اكتر. يحلي لي سكوب من البروبلمز و مش قدر اشوفه غير بالسيكونسنج. فبدأوا واحدة واحدة يدخلوا سيكونسنج في البروتوكول بتاعتهم. انا ديوقتي اقدم جرينت مثلا عشان اجيب مشروع. انا دي حاليا انا اغلق كل المشاريع اللي انا على صلة بيها. اه مدخلين جزء من المشاريع بتاعتهم. اه المشاريع دي لما تبقى ان شاء الله ويبدأ ان هما يجيبوا الاجهزة دي هيبقى في احتياج طبعا. فانا متأكد ان في مصر اه. في مصر اه. يعني الناس في يعني التاني ما دكتور في ناس او في اه اجهزة جاية قريب او خلال فترة معينة قدام. فبالتالي هيبقى في احتياج لناس تعمل اهزة الداتة دي. بص انا خلينا اقول لك على يعني. تاني بقى. يعني حاج فاصل تاني بقى معلش. عشان نوقف كده تاني بقى. هقولك برضو يعني يعني هديك اكزامبل. اكزامبل من مصر. اللي وين ده اللي حاجة بتحصل في مصر. تمام? اه قريبا جدا جدا هيبقى فيه مشروع قومي. تمام. اوكي? معرفش انتو اسمعين طبعا انا ولا لا. بس يعني هو حاليا اه اكاديمة البحث العلمي هي المنظمة الانيشيتيف دي. هو مشروع قومي كبير جدا جدا. والهدف منه انه هو اه ان احنا نعمل اه ريفرانس جنوم للايجيبشنز. تمام? اه المشروع ده الحقيقة يعني هيبقى ضخم. تمام? اه بودجت كبيرة جدا. اه عايزين نعمل مئة الف جنوم مسلا. واو. ده الكبير بس طبعا هتبقى على مراحل. اكيد. تمام? اه انا بصراحة اتبسطي جدا ان اه اه هم مركزين قوي او من اهم اللي تبقى موجودة في البروجيكت ده هو تمام? فانا عايز اقول لك مشروع زي ده. الحكومة دلوقتي حطها فعلا. هو ده من اهم المشاريع اللي على قائمة اه المشاريع بتاعت الحكومة اللي هتركز فيها الفترة الجاية. تمام? اه وفيه كبير قوي. اه داخل المشروع ده لما يشتغل بيبقى فيه عمالة ومحتاجة محتاجين ان احنا نوصل لمستوى محتاجين نخش في قصة محتاجين وان احنا لنا ادوية بتاعتنا احنا لنا اه 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 تفارات خاصة بينا احنا العلاجات بتاع العلاجات اللي موجودة بره مش لازم تكون معانا او ماشا معانا احنا كمصريين لنا جنوم فيه اختلافات قطعا عن باقي الشعوب. اكيد اكيد. فاللي عايز اقوله ان مشروع زي ده بالقوة دي بالحجمة ده بالتمويل ده ده اكزامبل واحد لحاجة بس فيه مشاريع اخرى يعني مسلا فيه مشاريع تانية كتير اللي علاقه بالبيو بانك. نحن نعمل بايو بانك فيه سامبلز. بالتالي برضو فيه وفي ديتا. فانا بقى اجزم وبقول ان دلوقتي بقى فيه على كزا مستوى. مستوى الجامعات والمراكز والحكومات والوزارات باهمية البايوينفورماتيكس والمشاريع دلوقتي كبيرة. البايوينفورماتيكس هو مهم جدا فيها. وفيه ندرة. انا بركز على الندرة في الناس اللي هتشتغل في المشاريع دي. طبعا انا لما بقول متميزين ناس درسة دراسة اكاديمية متخصصين في هذا المجال. مش مكتهدين. احنا دلوقتي مش في عصر الناس المكتهدة. احنا الاحتياج دلوقتي للناس اللي فعلا درسوا او اشتغلوا. مش لازم تكون درست. اه ممكن تكون اشتغلت على مشاريع. وعملت انالسة ونشرت. وانت درستك ماشي اي علاقة باوينفورماتيكس. بس برضه اوكي. ده تمام. بس تكون اشتغلت على نفسك بحاجة بطحق. السؤال كان ايه بقى اشان نسيت. اه. اه. نسيت ايه كمان. يعني. حركة متفائل بالمستقبل. ده 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 اللي احنا عايزين نوصله اه من المسج دي. في اه اللي جاي كتير. السؤال كان بيتعلق بانه هل الفلد في مصر يستحمل الناس اللي من خرجها دي كلها. اه. انا جاوبت انه اقول لا ده احنا نحتاجين نعمل كزا ونعمل كزا ونعمل كزا. فقدام هنحتاج ناس اكتر. والمتميزين هيلقوا مكانهم ومائلة فريق. اه. بما انك كلمنا على ال data اللي موجودة في مصر. انا بس قطعك بس معلش. انا هتدي اكزامبل برضو باركوة معش ناس بالفاهمة. الاول ما جيت هنا من ثلاثين ونص كان اه ما كانش في بوزيشن واحد غير في جامعة يعني ما كنتش عارف ناس تانية بتهير بايوينفوماتيشن صغير في جامعة النيل تقريبا وجامعة اخرى. تمام? حاليا انا عارف خمس اماكن بدون مبالغة خمس اماكن في مصر عايزين كل ما كان عايز اكتنين بايوينفوماتيشن بحاول اسكن الناس في الاماكن دي. بس تيل في عجز. انا قلتك ان ده في الاول بس انا عايز اقول يعني ده في ثلاث سنين كتير. جيفن ذاتن مفيش اوورنس لسه. تمام? اه بعد اربع سنين او خمس سنين النهاردة مع الاوورنس اللي حصلة مع الطفرة بتاعت الهيومان جنوم والمشروع ده اللي هيعمله هيبقى فيه نيد اكبر. كمل معلش. اه بالمناسبة الدياتا اللي في مصر. انا عايز اكتمع عن النهاردة بقى. اه في اكتر من مجال الناس شغالة فيه في مصر. اه حالية متخصص في الميتا جنوميكس. صح كده? دمين. اه اول سؤال هو ليلميتا جنوميكس? وبعد ليلميتا جنوميكس? اه هل في داتا في مصر متوفرة بشكل سبيشيال? اه اداتي في منها كتير اوي? اداتي احنا محتاجين الناس كتير اوي تخش الفيلد ده. انا مش عايز اتكلم فكرة السيكوانسينج وبس دي مهمة جدا ولكن في الاو في الاخر الشخص بيتسكن في فيلد جوه. بيعمل داونستريمانالس في الاخر. يعني انا حتى لو عملت انالسيز للسيكوانسينج انا في الاخر هروح اعمل داونستريمانالسيز عشان يطلع حاجة معينة. وفي اكتر من فيلد بيعمل دا. تمام? اه فهل في حاجة في مصر الداتا فيها متوفرة بشكل كبير? يعني فيها يلايت عليها بالزبط. في مجال الميتا جنوميكس يعني? لا. في كل الفيلد متعلقة بي الميتا جنوميكس بقى الترانستريبطوميكس البروتيوميكس الحاجات دي كلها. هل في حاجة معينة? اه اه في سبوت عليها? في داتا كتير قوي الباحثين بيشتغل عليها? البلجيس بيشتغل عليها? في حاجة بتطلع بشكل اه اه لها كرف اعلى من بقية الداتا? بص خلينا نتفق ان اه يعني لحد النهاردة الديتا المصرية في مجموعة الديتا العالمية او نسبة الديتا المصرية في الديتا العالمية قليل. حلو? بس انت سؤالك ايه هو ايه نوع الديتا اللي موجود كتير اكتر من غيره في مصر? اه يعني يمكن الكنسر اه بانواعه دي فيه منها ديتا كتير في مصر. يعني المصريين عادة محتملين او بموضوع الكنسر. اه يمكن برضو لما حصل الكورونا في ديوقتي ديتا للكوفيد اروند مية ستة واربعة مية بعوستين تقريبا سيكونس يعني ده برضو في الوقت ده ان يطلع العدد ده من الجينومز ده برضو كان حاجة كويسة جدا. اه يعني في حاجات لي علاقة بالبكتيريال او يعني بكتيريال جينوميكس او الميتا جينوميكس ده برضو يعني بقى في اه يعني طلب عليها كبير وبقيت موجودة فعليا. اه يعني عمتا المجال الطبي هو واخد اه نسبة كبيرة او من الديتا في مصر. اه في مجالات اخرى في مجالات انفرومنتل. اه يعني انا شفت برا فيه اهتمام اكتر من مصر بموضوع الانفرومنتل باي انفرومنتل باي انفرومنتل ديتا. فانا نفسي ده يزيد لان هو برضو ليه امباكت عليه كده برضو هيؤثر على الهلث بتاعت الانسان بشكل انديركت يعني. فانا كده جبت على سؤالك يعني. اه هنجاوب علي بتاقي تانية. انا انا هحرف السؤال بشكل تانية. عندنا في مصر اه فيه ناس اه متخصصة في المجال الميتاج نومكس. سواء كان على مستوى الدكاترة سواء على مستوى الباحثين. اه جامعة ان انطلها اكتر من شخص على ايد حياتك. اه في باحثين تانيين موطمين بمجال الميتاج نومكس. مين اللي جي الاول? الدياتة الكتيرة ولا الباحثين? في مجال الميتاج نومكس. لا يعني هو اللي جي الاول هو الاول لنس باهميتها. يعني الناس بدت تفهم المايكروبيوم دا، والمايد هو براهن ايه? اي المايكروبيوم دا? المايد هو مجموعي المايكروبات الى موجودة في مكان سواء كان في الارض سواء كان في الانسان في الحيوان ا shoulderь اي كان. هو مجموعي المايكرو بات الموجودة في مكان ما او في بيئة معينة؟ بالزبط. المايد هي موجودة ديفافة جسم يعني لا تقل عن اهمية اي ارجن في جسمك تمام ايه اللي جيل اول الجيل اول الاؤورنس طبعا الموضوع الميتاجرونوميكس والمايكرو بايوم ده بدأ برا من مسلا عشر سنين فدايما احنا بناخد الحاجة يعني شوية متأخر فالابحاث اللي ظهرت في اخر عشر سنين لو انت عملت سيرش على كلمة في اخر عشر سنين هتلاقي كيرف طالع كده فالموضوع اخد يعني هو بدأتي بومينج بشكل كبير قوي برا وبالتالي في مصر هنا اه الاهويرنز زادت الناس اللي في اي فيلد يا مثلا هاتشغل بالكانسر في الكنسر مثلا. اه الابحاث اللي ظهرت بتقول ان في علاقة كبيرة جدا بتوين الكنسر والميتاجونوميكس. جميل. وان في واضح. تمام? اه وممكن يستخدم في الدياجنوزيز. الناس اللي شغالة مثلا في اه الانتيبيواتيك رزيستنس وكده. برضو بدأوا ان هما يشوفوا ابحاث ظهرت في علاقة المايكروبيوم وبالسليكشن بتاع انتيبيواتيكس. وخلافه يعني. فالعايز اقول ان اي حد شغال في مجال دلوقتي لو هو ابديت وبقرأ ابحاث برا لان المايكروبيوم او الميتاجونوميكس دخلت وبقت جزء لا يتجزأ من اي من اي دومين في في البيولوجيا في البيوتكنولوجيا. بدأ الناس تعرف بالتالي بدأ الناس زادت او زادت بالتالي بدأ ان يبقى في ايه اه يعني يبقى في اه بالتالي بدأ ان في اه ناس بدأت تتعمل وتقدم مع البيوتكنولوجيا جزء كبير فيها او الميتاجونوميكس جزء اللي يتجزأ منها. اه وبالتالي الناس بدأت تتعلم الميتاجونوميكس. يعني انا عندي في الديبلوما برضو لو ناجه الديبلوما. انا اشكايا سألت يعني انا 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 في بالي ناس كتير جدا جدا مهتمية اه بالميتاجونوميكس. يعني احنا لو جبنا من البكات الكبار لحد النهاردة الباحثين اللي حقيقين حياتك بدأوا يكتاموا بيها وشغلوهم بتعلق بيها. اخر حد انا كنت شايفه من شوية كان محمد امام وكمان مهتم بالميتاجونوميكس بناء على ان هو تحقيق الحياة. فانا شايف ان هو اكتر حد اكتر مجالي في باحثين في مصر مهتمين دي هو مجال الميتاجونوميكس. فعشان كاذا سألت لي حاجت عشان ده موجود الميكوب يملو اهمية كبيرة جدا في اجسامنا. والسؤال التاني هو متعلق هل في داتة كبيرة جدا او كتير جدا متعلقة بالميتاجونوميكس في مصر. فهيبتال احنا محتاجين الناس فيها. او هل في مجال تاني زي الميتاجونوميكس بما انه في باحثين كتير ففي داتة. في مجال تاني طالع بنفس الكيرف بتعليميتاجونوميكس في مصر. اه بص هو الحاجة اللي هتطلع الفترة الجاية هو علاقة الميتاجونوميكس بالهوست جيناتكس. يعني الناس عادة في الفترة اللي فاتجة بتتكلم عن الميتاجونوميكس از انها حاجة لوحدة. او يعني الميكروبيوم وعلاقته بمرض معين. ازان هي حاجة لوحدها. الحاجة اللي طالع قريب ونسمع عنها كتير قوي هو علاقة بقى الميتاجونوميكس او المايكروبيوم ديتا بانواع ديتا مختلفة. وهو الديتا دي مع بعضها. مالتي اوميكس. مالتي اوميكس. اوكي. فهو المالتي اوميكس هو اللي هيظهر الفترة الجاية. احنا مش بس نركز على المايكروبيوم او ميتاجونوميكس ديتا اللي احنا بنشوف كمان الهوست ديتا. من سواء جينوميكس سواء ترانسكريبت اوميكس. اه سواء متابلوميكس. يعني انواع الديتا اللي موجودة هي. سنباناليسز للهوست. فبنبدأ نحن نشوف المالتي اوميكس دي وازاي فيه كوريليشن بتوين ديفرنت اوميكس. وازاي نعمل وده طبعا كتير قوي منها ان احنا نحسن الدياجنوزيز. نحنشخص الامرات بشكل احسن. نحنلاقي باي ماركرز تقول اه خلي بالك هنا فيه عاليا الشخص دي معين. اه. ان نحسن. احنا نعمل مسلا ماشين لرنينج او ديب لرنينج حاجة هتبردكت اكوردينج لبروفايل اوميكس بروفايل معين. نحسن يعني ايه الحاجة اللي جاية هي هو الانتيجريشن بقى بتون الاميكس مع الاثر اوميكس. اه. خلينيسا كله بقى حياة جميل حاجة تخاصل حاجة متا جنوميكس. يعني ده استقلال شوية. اه. انا عايز اتخصص في الميتا جنوميكس. اعايز ابدأ في الميتا جنوميكس. اعايز ازاك الميتا جنوميكس. اعمل ايه? وامتى? ابقى فعلا انا كويس. مش بقى ماركس بقى. انا مش مش عايز على اه بكود وخاص. انا عايز ابقى في الميتا جنوميكس. احيط لي بالزيد. تعال اشتغل معي. مش هشتغل. ما احبش هتاخدني. احسن كم علي انا. انجانا لو حد عايز يبدأ او حد لان السؤال ده انا عارف ان هو بعد ما اتخلص طب بما ان المجال ده مهم. طب اعمل ايه? هبدأ ازاي? لانه طبعا هيجي الشعر مخلاك هستفيد كتير بس هبشتاخده لما يكون مميز. فعشان حضرتك تاخده مثلا او عشان يبقى مميز. اه في المجال ده. يبدأ ازاي? يعمل ايه? يهتم بايه? خلينا اقول لك برضو يعني الكلم ده هقوله يعني ملخص من اللي فات. انت شغال في ايه دومين. يعني انت عايز تتخصص في الميتها جانوميكس صح? انت بتشتغل على ايه اصلا? انت بشتغل على بلانت ديتا? ولا انت بشتغل على انيمال ديتا? ولا هيومان ديتا? طب لو هيومان ديتا انت بشتغل على اني مرض. تمام? فانا اول حاجة هقولك نصيحة عايز يعني تعملها. شوف انت بمركز في ايه? يعني مثلا خلينا نقول مسلا حد مركز مثلا في البريست كنسر. تمام? هل في علاقة بين البريست كنسر والميكروبيوم ديتا? تفتكر فيه ولا ما فيش? حتاجين نعرف. حتاجين نعرف. حتاجين نسأل. حانت نشوف داتا واحتاجين نجرب. بزبط. اه طبعا في انواع كنسر ليها يعني مثلا الكولون كنسر مثلا. كولون كنسر احنا عارفنا خلاص ومتأكدين ان في علاقة واضحة وصريحة بتوين كولون كنسر والميتا جنوميكس. تمام? فاول حاجة اسأل. انت شوف انت متخصص في ايه? او ان انت تكمل حياتك في ايه? تمام? وان انت تلينك الميتا جنوميكس ده او الميكروبيوم ديتا مع شغلك. اول حاجة اعرف هل فيه الاول كوريليشن الا. تمام? طب ده هتعمله ازاي? تخش على اي اي اه داتا بيز للجورنالز. وهتكتب مثلا اه نيتا جنوميكس. اند مثلا اه بريست كانسر. اول حاجة اول تاسك. تمام? وتشوف الناس بتتكلم في ايه? تشوف هل فيه مسلا ابحاث طالعت بتقول ان فيه علاقة بين ده وده ولا لا. تمام? تبدأ تعمل كده وتنزل كل الموجودة بتتكلم في المجال ده تمام? وتقرأها كويس. خلاص? ده اول حاجة. ماشي. انك تعرف اه فيه كوريليشن ولا او تعرف اه الكوريليشن دي كمان هي يعني ازاي ريزلت اوف ولا يعني ده سؤال وجودي. يعني مثلا فيه مرض. تمام? وشوفنا بروفايل معاين للمايكروبيوم. تمام. هل ده اللي سبب المرض? والمرض هو اللي سبب الاختلاف ده. ده سؤال مهم. ده سؤال مهم. تمام? فاللي عايز اقوله اخش واقرأ. اقول خطوة اقرأ اشوف العلاقات ايه? الناس بتتكلم في ايه? مع الحاجة اللي انت فاهمها لان متها جنوميكس وعدها مش حاجة اسمها متها جنوميكس وعدها. انت فاست ده ده مجال بحث كبير قوي. مجال كبير. في بكتيريا عايشة يعني بحث من الابحاث انا عملتها اسناق الدكتوراه. بكتيريا عايشة في السويل. هي بتطلع نوع من انواع الجازز. الجازز دي بتساهم في تحسين والهيلنج بتاع الازون اللي يرمزها. تتخيل حاجة زي كده. وده طبعا ليه على ساحة الانسان. اللي عايز اقوله اشوف انت مركز في ايه وفاهم في ايه? والمتاج جنوميكس هتضيف لك ايه? واقرأ الاول. حلو? بعد ما تقرأ اشوف التولز اللي موجودة زي ما انا قلت انت بتقرأ بيبرها. خلاص? شوف التولز. هم الملوية واستخدموا ايه دون ايه مش ازاي? بزبط. انك تاخد فكرة عن التولز دي حاجة مش سهلة على فكرة. تمام? انت هتلاقي مثلا اه لو انت قدامك عشرة بيبر هتلاقي ممكن العشرة بيبر دول استخدموا عشرة تولز. طب انا هستخدم اني تول. خلاص? فاهم حاجة ان انت تجرب اول حاجة طبعا تنزل التولز وتجربها. اوكي? بعد كنت تفهمها. كنت تشوف كل تول شطرة في ايه? تمام? اه فيه مثلا هي شطرة اوى يعني سيكونسينج. تمام? تولز تانية متخصصة في الجنوم. تولز تانية متخصصة في حاجة اسمها طب انتم عارفين في حاجة اسمها متا ترانسكريبتوميكس? يعني او الدين ايه? يبدأ اخد الارين ايه. صح كده? بالضبط كده. هو بيعزل بيعزل بكتيريا بيعزل بتاع كل البكتيريا اللي موجودة في المايكروبيوم. وبعليك اعملها سيكونسينج ايه? اه اه. وبعليك اعملها سيكونسينج اوكي? فالدنيا بس مش متاجونوميكس. ده فيه متاترانسكريبتوميكس وفيه متابوتيوميكس. فالمجال كبير. فانت احدد بس انت عايز ايه? وابدأ ان انت نزل اقرأ عن التولز رنها. اعمل صعبة جدا يا دكتور دي. ليه? صعبة جدا يا دكتور. اقرأ بيبرز وعملت بنشماركينج ستاديس. ايوه هي دي. دي ممكن يعني عشان. انا عندي مثلا خمسة تولز. انا قريت اه خمسة بيبرز ولقيت ان كل بيبر مستخدمة تول. اه. طب اه انا هستخدم انهي بقى في الانستبتان. صعب جدا. ده من اصحب لسئلة. هيأثر على الريزلت بتاعتك? هيأثر على كل حاجة. طبعا. اه طيب اه نزل بيبرز هتلاقي بيبرز بتقارن التولز اللي موجودة المختلفة. خلاص? اقرأ بيبر كويس? والبيبر دي في الاخر بتدي كده. اه استخدم التول دي لو انت هتعمل كزا. التول دي كويسة بس هي ضعيفة في الجزء ده. اه. ابدأ اعمل كون صورة عن الاناليس بتاعك بقى بيزد على بتاعتك. طب انت معندكش بروبلم معندكش ديتا. يا اخي نزل ديتا. اصلابا. اصلابا ما فيش حجة تمام? يعني انت انت تقدر اللي عايز اشتغل في بياناتكس هيلاقي كل حاجة. تمام? اه بلاش يا سيدي ان انت انت دوقتي مش 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 انتريست قوي في تحليل بيانات او ديتا اعمل تولز. مش هتعمل تولز فورم سكراتش. هات تول وعدلها. ده حد من الار ايز عندي كان بيعمل موضوع ده. هو هو تمام? كان كل وظيفته ان هو بينزل تولز تمام? بيحاول ان هو يخش عالكود بتاعها ويحط جديدة. شوف اللي هيطلعها. اه بيحسن التولز الموجودة. ده 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 فيلد اخر خالص بقى مختلف عن الديتا انالسز والكلام ده كله. اه. انت عندك التول موجودة وعندك الكود بتاعها وعندك المانوال بتاعها بتاع التول دي. خلاص? افهم التول دي بتشتغل ازاي وحسن عليها? وانشر. انشر. اه? انشر. 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 خمسة. انشر في الانتربي. الناس اللي هتسافر. اعتقد دول مش قلالين. في كتير عايز يسافر. الحاكتين اللي الناس بتبصي لها سيبك من الشهادات وسيبك انت خريج ايه ودرست فيه وعملت ايه? نشرت ايه? نشرت ايه? تمام? يعني او لو النشر ضعيف او مفيش يقولك بتاعف تعمل ايه? فبيديك تاسك. تمام? ففي الاخر الناس بتركز على انت بتاعف تعمل ايه? تعال قعد هنا افتح لابتوب. حل ليه البروبلم دي? والله حلتها بقى انت ايه? كويس. كويس. فالنشر بيساعد الواحد ان هو حتى لو ما نشرش. البراكتس ده هيساعدك ان انت تجوز روك اغلب الاناليسز الممكن يتعامل. طب نشرت ايه? في نشرت قد ايه? يعني حسب انت بتقدم على ايه ورايح فين? يعني. يعني انت في انه لفل الاول انت بتقدم على مستر ولا بتقدم على البيش دي وتقدم على بوزدوك وتقدم على منحة بريستيجيوس قوي بعد البوزدوك فالديمنزي. لقد ما اننا لسه يعني شباب كده. لا قد ايه? نشرت قد ايه دي يعني ممكن الناس تبصي لها نشرت. اه طب وبعدين. بص والاهم من قد ايه انت نشرت فين? يعني. اه ده يكفي لاغلب الناس. اه لكن قد ايه بقى دي يعني ممكن يكون نشر كتير بس حاجات كلها ضعيفة. اه او لوكل. اه لوكل مش وحش بس يعني برا هما بيحبوا الحاجات الانترنشنال. اه. فالهم من قد ايه انت نشرت ايه? اه فين? اه تاني. اهم من قد ايه انت نشرت فين? اه. حاجة بتقصد الامباكت فاكتور بتاع الجورنال. بالزبط. بالزبط كسه. طيب اه بمناسبة موضوع الناشر احنا كررناه كتير اه خلال فترة الدبلوما. اللي هي ممكن تكون سنة او ست شهور او اين كان وقت بتاعها. هل في طلبة من الدبلوما بتيجي في دماغها كده فكرة تنور. فتقول اه ده دي ممكن دي. احنا محتاجين نعملها بيبر. احنا محتاجين نشتغل عليها اكتر. هل في حاجة ممكن تحصل اه خلال فترة الدبلوما من طلبة اه قاعدين زي اي حد هيكش دبلوما يطلعوا فكرة تتنشر او حركة تقول لهم برافو عليكم. احنا محتاجين نعمل دي بيبر. برافو عليكم انتو. لا اشتغلوا واحد اين تاتة اربعة وطلعوها بيبر. هل في افكار بتطلع? هل ممكن الجامعة تسطوك دوا? اه يعني احنا دايما اه الناس هدخل الدبلوما كده من القلوم يا جماعة احنا هنساعدكم ان انتو تنشروا اه الشغل بتاعكو في جورنالز. واهدفنا من دبنا اهدفنا ان انت انت وزن الدبلوما وزن البروشيكت بتاعت الكورسز المختلفة هدفك ان انت هتطلع من الدبلوما معاك خمس كورسات خمس بوبلكيشن. مجد. طب هل ده اتحقق ولا لا هو اتحقق طبعا بس يعني انا كنت اتمنى اتحقق بشكل اكتر يعني بس اتحقق في جروب مسلا اه كانوا معايا في كورس الانتروداكشن بالمناسبة بس يعني هو اول كورس في الدبلوما اه واحنا طبعا كنا عملنا البروشيكت بتاع الدبلوما عن الكوفيد. دول طلبة دخلين اول سنة اه اول كورس اه ما كانش عندهم يعني في منهم عندهم خلفية في في ناس ما كانش عندها خالص. المهم اللي عايز اقوله ان الناس دي دوقتي اه البروشيكت اتحول ان هو بقى كونفرنس بيبر اترنشنال كونفرنس بيبر. اتنشر. اتقبل. ودلوقتي كمان مش بس كده جانا دعوة ان هو يبقى بوك شابتر في واحد من البوكس العالمية الكبيرة قوي. في يعني اللي عايز اقوله ان احنا بنساعد الطلبة على كده. في حاجة تعني اكزاميل برضو حلو. في برضو كان كورس اه الطلبة عملوا شغل وخلصوا وكل حاجة خلصت تمام مع مع الدكتور بتاع الكورس ده بدلوا ان هم حاليا بينشروا في كمان. اه الشغل كبير كملوا. دي احسن حاجة ان في طلبة بيكملوا بعد الكورس ما بيخلص بيكملوا البروشيكت بهدف النشر. وده اتكرر يعني في كزا كورس في كزا جروب. فطبعا اه دي حاجة كويسة جدا ويعني احنا بنحس الطلبة عليها دايما لان المستوى البروشيكت ومستوى الشاب اللي هم بيعملوه ازن كل بروشيكت جوا كورس بيبقى حاجة فعلا كود بي وبلشت. اه طيب انا كواحد اه بره دبلوما وبره الجامعة ويعني ما بجيش هنا غير في الايفنتات. بحس انه اه اه انا برتاح في الجامعة. الجامعة فيها ماكن كويسة جدا تخليك اه مرتاح. اه بالاضافة انه في جو لطيف في جامعة اين بشكل عام يعني. هل الانفيرومنتال اللي بيعيش فيها الطلبة هي نفس الانفيرومنتال اللي كانت موجودة في الايفنتات اللي انا اخذتها. الجو الجميل الدنيا لطيفة. حاس انه حاس انه مرتاح من كل النواحي. مرتاح اه الفيزيكال المكان شكله كويس. الناس لطيفة وما الى ذلك. الانفيرومنتال من ضمن الحاجات اللي احنا عنده مشكلة كبيرة جدا فيها في مصر. بشكل عام يعني. فهل بتحاولوا تهلوا المشاكل اللي هي بتبقى موجودة اه 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 في الانفيرومنتال اللي بتبقى موجودة في الشغل في مصر او في دراسة في مصر. هل في حاجة مختلفة عندكم? والله هو يعني بدون تحيز يعني هو المناخ العام في الجامعة هنا هو هادي جدا ومريح للأعصاب. انا بجي بجي بجي. وبيحس بشكل كبير قوي وده في جامعة عموما بشكل عام يعني. بالنسبة لديبلومة هو ده موجود طبعا بس احنا بنحاول نعمل يعني 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 يبقى في بطوين الطلبة بشكل كبير قوي بشكل مميز. اه في طلبة كتير عاملوا صدقات مع طلبة تانية. اه بنعمل كتير بنعمل ديش بارتز. اه بيبقى في مثلا نزلة للطلبة بتوع دبلومة. حاجة بره دبلومة يعني ما بتيجي مثلا ييجي اي ووركشوب او ييجي اي حاجة بنبعث لطلبة دبلومة الاول نقول لهم مثلا في فرص لوركشوب حاجة خارجية بره. اه فيه صدقات كتير اتعاملت قوي مع الطلبة والدكاترة حتى الاجانب منهم لما بيجوا مصر مثلا كل مرة بيبقى فيه خروجة بيبقى فيه فصحة فعامتا الجو في الدبلومة هو جو جدا 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 مريح. رغم الاسترس بتاع الدراسة بس الناس فعلا بتبقى يعني حبة انها تقعد وحتى فيه الساعة عشر وطنشر بالليل الحقيقة. اه طلبة كانت حبة ده. كانت مبسوطة من ده الحقيقة. بيتي انا عرف بيتي. انا اه اه اسناشر بالليل اروح. ادوش بالليل اروح معنيش مشكلة. الجامع مفتوح لي في اي وقت. بزبط. كان داخل بيتي خارج من بيتي ما فيش اي مشكلة. بالزبط. اه الحلو كمان اللي رابط بسط منه شخصيا ان فيه طلبة بتعمل علاقات مع الدكاترة وبيبدأ ان هما يكملوا معهم شغل. يعني برد بلومة خلاص. طلبة خلاص وتخرجت. بيبدأوا ان هما يعملوا معهم شغل. اه ريسرش وينشروا. اه يعني برد بلومة. طبعا دي حاجة تبسطني جدا. يعني احنا بس مش مش حرسين ان احنا ندي كورسه خلاص واخلاص. لا احنا بنخلي للطلب فيه حياة. كويسة جدا. بنوفره سواء انا او باقي الدكاترة. اه بنوفره بنوفر له كويسة جدا. لان الدكاترة دول غالبا مصريين عشرين برة. اه فكل واحد بيبقى حصلت ان كل حد بدأ ان هو ايه يبعت للطلبة المميزين سواء اه بي اتش دي او ماستر. وسافروا الجماعات بتاعيتهم برة. فا يعني انا شايف ان دي بكتش حلوة. يعني. هيديك كل ده وممكن اكلك كمان. ده افشد بس مش للأسف احنا. لا لا في الكلب جامعة من كتير. هني بقى. هني بقى اونلاين بقى فمفيش اكلة. اه فا يعني. اعتقد دي حاجة بيتميز الديبلومعة بشكلك كويس جدا. كلمة اخيرة لطلبة البايوميثماتيكس في مصر. بخلاف الباك جراند بتاعته. سواء كان بيدرسوا في حاسباتهم معلمات. سواء كانوا بايوتوتنوجيست او بلجيست. وعايز يبقى بايوميثماتيشن وبيدرس حاليا. كلمة اخيرة لأي حد موجود في مجال البايوميثماتيكس او بيحاول ان هو يبقى موجود في مجال البايوميثماتيكس. يعني. لو انا هقول كلمة اخيرة للناس اللي هتدرس بايوميثماتيكس. الفيلد اه محتاج مجهود شوية. لان انت بتدرس من كزا. اوكي. فمحتاج ان انت تبزل مجهود شوية. محتاج تحب اللي بتعمله بشكل واضح. اه ما تقولش بقى هشتغل ايه و هيبقى اسمي ايه وهروح فين وكده خد الرزق. محتاج تبقى شوية عندك. صح. رزق. تمام? اه ما تقولش انا هبقى اسمي ايه ولا هبقى تحبقى عن نقابة ايه. ما حدش يسألني انا هشتغل في نقابة ايه. ده ده ركم جدا. تمام? يعني اللي عايزة اقوله انت بتدرس حاجة فعلا مميزة. اه الناس اللي درست مثلا اتصالات من خمسين سنة. يعني فكر كده كان اسمه ايه. كان اسمه ايه ولا كان بيشتغل فين ولا ايه لا ما كان بيشتغل فيها. شوف دلوقتي. فاللي عايزة اقوله اه خد الرزق شوية خليك حد بتفكر فكر مختلف خليك بيونير. واكتهد في دراستك. دراستك مش سهلة. محتاجة مجود شوية. اه بس من امتع الدراستات اللي ممكن تدرسها في حياتك. طيب اه دي كانت الحالة الاولى من البودكاست بتاعنا البايوكاست. اتمنى تكون استفدتوا. اتمنى تكون كل الاجبات كانت اه كافية ووافية انها توصل لكم كل المعلامات اللي انتم محتاجينها. اه بشكر اه نايل اه هما المسؤوين عن المكان هنا. هما اللي فتحونا المكان. هما اللي ساعدونا عشان اه تقدروا تشوفوا السيطاب الشكل كويس الجميل دوا. اه بشكر علي اه طارق. علي هو اه جزء اساسي من الحلقة دي. اه هو اللي كان معنا في التصوير في السيطاب بتاع الحلقة. اه المونتاج كل حاجة كانت اه ممكن تتعامل في الحلقة دي بخلاف مجودي هنا. علي كان مساعد فيها. اه بشكركم عشان شوفت حلقة حد الاخر. ولو فيها اسئلة تقدروا تتسألوها الدكتور محمد اه او تابعوه على البيس بوك هو اكتب اه وموجود على طول. اه تقدروا تسيبوه في الكومنتات لو في اسئلة وان شاء الله يوصل الدكتور محمد. شكرا. شوفكم الحلقة الجاية. وسلام عليكم.